النهاردة رئيس كان بيقوم بجولة تفقدية في المعرض الدولي للصناعة على هامش افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة ودي يمكن الدورة التانية بتاعته أجرى الرئيس حوار مع طلاب المدارس الفنية المتخصصة عن دراستهم والاستفادة منها والتخصص لكل طالب وكيفية الاستفادة من الدراسة في سوق العمل حلو؟ أنا جاي لك في الكلام عشان الكلام مش بعيد أصبر اتقل زي ولك كده تقل صنعة الرئيس خلال الحوار ده أكد على أهمية الذكاء الاصطناعي أكد على اهتمامه كبير بالصناعة التراثية زي الكليم والسجاد والنحاس وغيرها من الصناعات التراثية المصرية والمعروفة وشدد على أنه جاهز لتطوير أصحاب هذه الصناعات التراثية بشكل كبير خصوصا أصحاب هذه الصناعات اللي كانوا بيوجهوا صعوبات خلال الفترة اللي فاتت هدي جي تقول لي وإيه علاقة ده أقول لك الآتي رئيس الدولة رأس الدولة يذهب في جولة تفقدية لمعرض كبير جدا المعرض الدولي للصناعة بيتكلم مع الصناع وصغار المصنعين والمصنعين المتوسطين وما إلى ذلك إذن الإشارة هنا إيه أو الرسالة هنا إيه البلد مستقر جدا ده بعد كده لما جي الرئيس يتكلم في كلمته وقال إحنا بلد قوي جدا طيب هذا المؤتمر هذا الملتقى الصناعي هذه اللقاءات هذه الحوارات الاهتمام بتطوير الصناعات إلخ 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 الرسالة منها هي بلد مستقر جدا بلد ماشي في الخط والطريق بتاعه اقتصاديا بمنتهى الثبات إحنا عارفين إحنا وصلين لحد فين وهنوصل لحد فين النقاط بتاعتنا مفهومة أو محطات مش محطات التوقف محطات الانتقال بتاعتنا اقتصاديا مفهومة ومعروفة وعارفين هنعمل إيه